الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام ونور قلوبنا بالإيمان ويسر لنا سبل الخير باتباع سيد ولد عدنان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والبرهان أما بعد فها نحن نلتقي بكم من جديد بعد أن أتممنا قصة نبي الله سليمان عليه السلام ننتقل اليوم للكلام عن سيدنا زكريا صلى الله على نبينا وعليه وما جاء ذكره في القرآن الكريم قال الله تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وقال تعالى وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين يصل نسبه عليه السلام إلى سليمان بن داود الذي يتصل نسبه بيهوذ بن يعقوب فهو من أنبياء بني إسرائيل وقد ورد في الحديث الشريف أنه كان نجارا ويقال زكريا بالقصر ويقال زكريا بالمد عدد المرات التي ذكر فيها في القرآن الكريم ذكر اسم زكريا في القرآن الكريم ثمان مرات وذكرت قصته مع شيء من التفصيل في سورة آل عمران وسورة مريم مقدمة في رسالته عليه السلام بعث الله تعالى زكريا عليه الصلاة والسلام رسولا إلى بني إسرائيل فقام عليه السلام يدعو قومه إلى دين الله الإسلام وعبادة الله وحده ويخوفهم عذابه في وقت اشتد فيه الفسق والفجور وانتشرت فيهم المفاسد والمنكرات وتسلط فيه على الحكم ملوك فسقة ظلمة جبابرة يعيثون في الأرض فسادا ويفعلون الموبقات والجرائم ولا يراعون حرمة لنبيهم وكان هؤلاء الملوك قد تسلطوا على الصالحين والأطقياء والأنبياء حتى سفكوا دماءهم وكان أعظمهم فتكا وإجراما الملك هيدروس حاكم فلسطين الذي أمر بقتل يحيى بن زكريا إرضاءا لرغبة عشيقته كما سيأتي في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام لقي زكريا عليه السلام من بني إسرائيل وحكامهم وناله من قومه الأذى الكثير وتوالت عليه الأهوال العظام والشدائد الثقال فصبر عليه السلام الصبر الجميل حتى وهن العظم منه وضعف وخار واشتعل الشيب في رأسه وقد كان زكريا عليه السلام قبل أن يكرمه الله بالرسالة ويختاره لإنقاذ بني إسرائيل من الشقاوة والضلال من كبار الصالحين الربانيين الذين لهم شراكة في خدمة الهيكل ثم نبأه الله تعالى وجعله رسولا إلى بني إسرائيل وكان عمران والد مريم إمامهم وسيدهم يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عن نبيه زكريا نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا كفالة زكريا عليه السلام لمريم أم نبي الله عيسى عليه السلام كان نبي الله زكريا عليه السلام متزوجا بإشياع أخت مريم وهذا قول الجمهور وقيل زوج خالتها إشياع والله أعلم وكانت حنة زوجة عمران من الصالحات العابدات قد كبرت وعجزت ولم تلد ولدا فبينما هي في ظل شجرة إذ أبصرت طائرا يطعم فرخا له فاشتهت الولد ودعت الله تعالى أن يهبها ولدا ونذرت إن رزقها الله تعالى ولدا أن تجعله من سدنة بيت المقدس وخدمه وحررت ما في بطنها ولم تكن تعلم ما هو وكان النذر المحرر عندهم هو أن يجعل الولد لله يقوم بخدمة المسجد ولا يبرح منه حتى يبلغ الحلم فإذا بلغ خير فإن أحب أن يقيم فيه أقام وإن أحب أن يذهب ذهب حيث شاء ثم مات عمران زوج حنة وهي حامل بمريم عليها السلام فلما وضعت حملها إذا هو أنثى يقول تعالى إخبارا عن أم مريم حنة قالت بإني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا قيل هذا من تمام اعتذارها ومعناه لا تصلح الأنثى لما يصلح له الذكر من خدمته المسجد والإقامة فيه لما يلحق الأنثى من الحيض والنفاس ويقول تعالى حكاية عنها أيضا وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وعندما ولدت حنة زوجة عمرانة مريم عليها السلام لفتها في خرقة وحملتها وانطلقت بها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار العلماء أبناء هارون وكانوا يلون من بيت المقدس ما يلي بنو شيبة من الكعبة المشرفة وقالت لهم دونكم هذه المنذورة فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم وسيدهم عمران الذي كان من علماء بني إسرائيل الصالحين وكانوا يقترعون على الذين يؤتى بهم إلى المسجد لخدمته فقال زكريا عليه السلام وكان نبيهم يومئذ أنا أحق بها لأن خالتها عندي وذلك أن الخالة كما ورد في الحديث بمنزلة الأم فأبوا وطلبوا الاقتراع عليها وقالوا نطرح أقلامنا في النهر الجار قيل هو نهر الأردن فمن صاعد قلمه فوق الماء فهو أحق بها فذهبوا إلى ذلك النهر وألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم فأخذها زكريا عليه السلام وكفلها وضمها إلى خالتها أم يحيا واسترضع لها حتى كبرت ووضعها في غرفة في المسجد لا يرقى إليها إلا بسلم ولا يصعد إليها غيره وكان يغلق عليها الباب ومعه المفتاح لا يأمن عليه أحدا وكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله لتكون مع خالتها أم يحيا وقد كان نبي الله زكريا عليه السلام يرى من عجائب قدرة الله تعالى ومن الكرامات في حفظ هذه السيدة الطاهرة العفيفة ما يبهر العقول يقول تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كان نبي الله زكريا عليه السلام إذا دخل على مريم عليه السلام في المحراب وهو معبدها الذي تعبد فيه الله تعالى وهو سيد المجالس وأشرفها في المسجد يجد عندها من الرزق وهو الفاكهة ما لا يوجد مثله في البلد أو عند سائر الناس فقد كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف وهذه من الكرامات التي يكرم الله تعالى بها أولياءه الأولياء والوليات وقد كانت السيدة الجليلة مريم عليه السلام من الصالحات العابدات تقوم بالعبادة ليلها ونهارها حتى صارت يضرب بها المثل بالعبادة والطاعة في بني إسرائيل ولقد اشتهرت هذه السيدة الطاهرة العفيفة بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم في الحلقة القادمة نكون مع بيان دعاء سيدنا زكريا عليه السلام وسؤاله الولد فكونوا معنا وإلى اللقاء بإذن الله